بعد شهر ونصف من تحشيد الحوثيين ميليشياتهم بتجاه البيضاء بدأت البارحة عمرية عسكرية دشنتها بقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من مديرية ردمان منها مركز المديرية في آل عواض وهي بلاد الشيخ ياسر العواضي الزعيم القبلي وعضو مجلس النواب الذي كان قد دعا لنكف قبلي مطلع مايو الماضي بعد تعمد حملة عسكرية حوثية توجيه إهانات بالغة لسكان البيضاء من خلال مهاجمة منطقة الأصابح واعتقال وقيل المحافظة ثم قتل جهاد الأصبح وهي تدافع عن بيتها عملية الحشد التي وجهتها ميليشي الحوثي باتجاه البيضاء تزامنت مع تهديئة تدريجية في جبهات شرق صنعاء وحتى الجوف شمالا والتي كانت قد اشتعلت قبيل تأزم أحوالهم في البيضاء وحقق فيها الحوثيون تقدما واضحا قبل أن يضطروا لتغيير بوصلة الحرب باتجاه البيضاء غير أن القوات الحوثية المتواجدة حينها في محافظة البيضاء لم تكن مستعدة لخوض المعركة فلجأ الحوثيون كعادتهم لاستثمار الوقت من خلال تقديم الوساطات القبلية التي تعتمد عليها إضافة لسياسة الانفراد بالخصوم والإيقاع بهم واحدا تلو الآخر ومع بدء الحوثيين عملية عسكرية جديدة وبالرغم من إعلان الشيخ العواضي أنه سيخوض معركته على أسس قبلية إلا أن الأنظار تتجه لمراقبة ردة فعل الحكومة الشرعية وجيشها وتعود إلى الأذهان قصص الخذلان التي تعرضت له جبهات المقاومة في الماضي سواء تلك المعزولة في عتمة أو في المناطق المفتوحة للإمداد مثل قبائل حجور في محافظة حجة التي تعرض أهلها لهجمات ميليشيا الحوثي وخسروا جراء ذلك الكثير من الأرواح قبل أن يضطروا للنزوح إلى مناطق أخرى غير أن المختلفة هذه المرة هو تميز موقع المواجهات بالقرب من مناطق التماس بين ميليشيا الحوثي وجيش الشرعية في محافظتي مأرب والبيضاء وحتمية تحكم نتائج المعركة بمصير قطاع كبير من الأرض والسكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر